السلام عليكم اليوم بغير عن سؤال في السياسة وسؤال في المباريات والأحداث السياسية والاقتصادية وغيرها في مسلسل سعودي اسمه الماشي هذا المسلسل صراحة يعني مظلوم اعلاميا ولا طلع اعلاميا هذا المسلسل من بطولة العملاق السعودي الفنان السعودي العملاق راشد شامراني وطبعا فيه فنانين اخرين المسلسل تقريبا قبل تقريبا 12 سنة او 13 سنة لكن انا تابعت حلقات اكثر من مرة المسلسل هو كوميدي وبوليسي وبنفس الوقت دراما في نوع من الدراما ومسلسل ما هو نفس المسلسلات المسلسلات اغلب المسلسلات او كل المسلسلات تقريبا تكون الاحداث متسلسلة يعني مثلا الحلقة الاولى الحلقة الثانية تكمل هي الحلقة الاولى والحلقة الثالث تكمل الحلقة هذا لا جايبين المسلسل بطريقة يعني عشوائية كأنها قصة كل واحد كل واحد هو في هذا المسلسل لا قصة شنو المسلسل هذا شنو يعني الماشي الماشي هو مرض ما ادري عندنا ان المرض هذا موجود او لا اللي هو مرض المشي اثناء انه وراشد الشامراني هو دكتور في علم النفس بس هذا المرض موجود أو لا أنا لا أعرف لأنه أنا مختص في هذه الأمراض شنو الماشي الماشي أن راشد الشامراني زين عنده هذا المرض ويقوم أثناء النوم ينام يضع راسه وينام بالليل ويقوم يقعد لساعتين أو ساعتين ينام يقوم ما يدري عن نفسه يروح يخربط ويدمر الدنيا ويخربط الدنيا ويجي بالليل ويحط راسه وينام ويقوم ما يدري شلي صار أمس وشلي صار لما كان ماشي أثناء النوم ما يدري المهم أراح عند طبيب اسمه أيمن أنا بجيب يا جماعة المسلسل لكن ممكن أني أنقص من شيء أو أزود من شيء أخطأ أنا ساعة ما أنا معصوم عن الخطأ لكن اللي بتابع المسلسل يكتب مسلسل الماشي المهم راسه شمراني راح عند الدكتور أيمن قال هذا الدكتور الدكتور نفسي قال أنا صراحة عندي مشكلة قال شنو مشكلتك؟ قال أنا مشكلتي أني أمشي أثناء النوم أروح أسوي لي بلاوي أسوي لي مصائب وأرجع زين ولا أدري أن هالمصائب هذي وكذا اللي اللي تصير معي قال لها أنت رحت عند طباء من قبل وكذا قال لها ما رحت عند طباء قال شوف أنا لازم أني أدرس حاتك النفسية والسلوكية وشلون أدرس حاتك؟ ما أقدر أكون معاك باليوم كل يوم بالبيت كل يوم لكن لازم أنك تحط كاميرات بالبيت قال لك ما في مشكلة كاميرا لما تشغل سيارة كاميرا بالبيت كاميرا بكل مكان في كاميرا قال أخي ما عندي مشكلة المهم بدأ المسلسل بداية المسلسل راسه شمراني تول الآن بدأ على بداية المسلسل وتول أنا أمركب كاميرا في غرفة النوم جاء قرب عند غرفة النوم قاعد يطالع بالكاميرا فوق هذه بداية المسلسل قال أن اسمي ثابت عبدالله سليمان وهو اسمه ثابت عبدالله سليمان في المسلس قال أن اسمي ثابت عبدالله سليمان عمري 45 سنة 46 سنة ما أنا مهتم بهذه التفاصيل او مفرقت معي هذه التفاصيل مش فقال انا عمري 45 سنة 46 سنة ما حلنا مهتمين بهذه التفاصيل لكن الدكتور ايمن اللي هو دكتوره النفسي طلب مني اني احط كاميرات في كل مكان في كل حياتي فيه كاميرات على اساس اني اعرض هذه الكاميرات على الطبيب شن اللي خلاهم يشوفون هذه الاشرطة ان ثابت عبدالله سليمان قتل في جريمة قتل ثابت عبدالله سليمان قتل واللي حقق في هذه الجريمة هو مطولة الفنان السعودي محمد العيسى اعتقد اسمه محمد العيسى على طول راح خذوا الاشرطة راح للدكتور الدكتور ايمن قال ثابت مقتول واحنا نبين عرف من اللي قتل ثابت فاحنا معانا الاشرطة هذي كلها تقريبا حق شهرين ثلاثة شهور قبل مقتلة قال زين سهلة وروح عند طلع اخر شريط او اخر يوم قبل مقتلة وراح يبين لك وراح يبين لك وين كان من اللي قتل او على الاقل ممكن خيوط الفيديو او الفيلم اللي موجود هذا يبين لك من اللي قتل حطه او اخر شريط قال دكتور تعرفي الشارع هذا قال ايه اعرفه وانت تعرفه قال وين يشرحه قال هذا الشارع اللي قدامنا قال جاك ثابت قال يجاني وكتكلمت معاه وراح الرجال مشه ثابت عبدالله سليمان اللي هو راشد الشمراني يشتغل في مكتبة عامل في مكتبة لكن اوه ذكي جدا 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 عبقري جدا 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 في هذا المسلسل يعني ما خلى كتاب في هذه المكتبة لو ابلعه يعني مو قاعد يقرأ بلع هذا الكتاب فاهم في جميع امور الحياة ف ثابت عبدالله سليمان ثابت عبدالله سليمان ذكي وانسان عبقري وكذا ولما يصحى من النوم يقومون باستغلاله كل واحد يستغل له منصوب اللي يستغل له هاك روح جيب لي مخدرات هاك روح جيب لي كذا الكل قاعد يستغل له منصوب حتى ان الطبيب نفسه وهو استغل ثابت عبدالله سليمان فكانوا يجونا في المكتبة زين وكل واحد يطلب من عنده طلب وهو ينفذ هذا الطلب اذا كان في المشي اثناء النوم كان نايم وقام يلبي اي طلب انتبه ما عنده اي مشكلة حتى انه بمقتلاء اخر شيء واحد قال له احذف نفسك من الجسر فاحذف نفسك من الجسر ثابت ثابت عبدالله سليمان كان يشتغل فلاح مع ابوه لما كان صغير عمره عشر سنين اثنى عشر سنة او اربعة عشر سنة تقريبا وكان في وحده من جيرانهم تقريبا احبها تعلق فيها قاعد مرة يعني هو ابوي صلحون الارض وغيره ومرت هذه البنت تقريبا عمرها اربعة عشر خمستعشر سنة وهو عمرها اربعة عشر خمستعشر سنة فوقف عن نحارث الارض وقاعد يطالع فيها يطالع في البنت يطالع فيها لين مرت البنت وراح كان يحبها وهي كانت يحبها فقال ابوه يا ثابت انسى 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 وان ابوك انسى الموضوع هذا طلع الموضوع هذا من مخك نهائيا طبعا ثابت ما قدر ينسى حبه وكان يلتقي مع هذه البنت وكانوا يسمعون اغنية لمحمد عبده اغاني محمد عبده القديمة وكان قلبه نظيف يحب هذه البنت من كل اعماق قلبه لكن البنت هذه ما صارت من نصيبة تزوجت رجل اخر وكان الى الان يحبها ثابت عبدالله سليمان اللي هو راشد الشمران اللي مثلت دور ثابت عبدالله سليمان تزوجت هذه البنت من شخص اخر لكن الى الان هو متعلق في هذه البنت فشي اللي صار بعدين حرف ان هذه البنت توفت في حادث في احد مناطق الرياض الراقية صار الحادث وانتقلت الى رحمة الله البنت هذه في هذا المكان حي من حياء الرياض الراقية وهذا الحي جنب فلة لرجل اعمال عنده مخالفات وعنده جرائم لكن رجل اعمال غني في الرياض فكان كل يوم راشد عبدالله ثابت عبدالله سليمان يوقف سيارته عند المكان الحادث ويشغل اغنية محمد عبده ويتذكر حبيبته وكان اغرب الاوقات هذه وهو في المشي اثناء النوم